صنع لنفسه مجد الأبطال والأساطير على ملاعب الساحرة المستديرة فكسب على مدار سنواته قلوب الملايين حول العالم البرازيلي رونالدينيو من ملاعب كرة القدم إلى أروقة السياسة كحال الكثير من اللاعبين الذين فضلوا البقاء تحت الأضواء كل لاعب يطلع هذا ما يبايا يختفي من الأضواء كل لاعب يكون دائما حتى يترك الكرة لازم يكون الناس تذكرها فمن شي نشوف اللعيبة ندخلوا في السياسة كرونالدينيو وجورجوية وعندك بعد له هذا روماريو فيحبون دائما هم يكونون في الأضواء دائما موجودين في الأضواء عشان ما يختفون عن الأضواء والناس تعرفهم بمكان أي نجم من خلال نجوم تفي اللعبة ممكن الجماهين تعشقا وبالتالي ممكن ينتخبونه كرئيس كمنصب رياسي يكون في بلده النجاح في الرياضة والصعود إلى قمم النجوم وكسب القاعدة الجماهيرية العريضة هي أحلام اللاعبين الكبارة ولكن هل يضمن ذلك النجاح السياسي وثقة المناصرين بالإضافة إلى رونالدينيو الذي رسم أجمل اللوحات الفنية على المستطيل الأخضر لاعبون آخرون أغرتهم أضواء السياسة كالبرازيلي روماريو النائب بمجلس الشيوخ البرازيلية وجورجوية الذي دخل عالم السياسة في ليبيريا ليصبح رئيسا للبلاد عشق الأضواء أو ربما تعلق بالنجومية قد تنتهي مع صافرة مباراة الاعتزالة هكذا هو حال الكثير من لاعبي الكرة حول العالم واختياراتهما التي قد تبدو متشابهة بعد نهاية مشوارهم الكروية على منابر السياسة أو كمدربين على دكة الاحتياط مع اللاعبين نبي المعليل اليوم على الحرة دبي